التمسك بالسنة أمان من الضلال فإن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يقول كما في حديث العرباب بن سارية فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبوا عليها بالنواج ويقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وقد جاء ثلاثة نفر يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما أتأخر فقال أحدهم أما أنا فأقوموا الليل ولا أفتر وقال الآخر أما أنا فلا أتجوجوا النيشة وقال الآخر أما أنا فأشموا الدهر ولا أهضر فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أخبر بكلامهم فقال أنتم الضائلون كذا وكذا قالوا نعم فغضب النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وقال أما والله إني أخشاكم لله وأتباكم له ولكني أموم وعمام وأصوم وعرط وأتجوجوا النيشة فمن رغب عن شناتي فليس مني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر